يا جماعة مساء الخير مساء الجمال يا جماعة عمرة اديب فرحان اوي ما تشاركوا الرجل فرحته خليني نشوف عمرة اديب فرحان بايه او ليه انا بقول عليه فرحان يلا شمال يمين شمال يمين في النص يعني حب التعبيرات المزيع عايز يعمل شوية تعبيرات مبتسمة متفقنة متجوزة يعني مساء الخير مساء الفل مساء الجمال مساء مصر الحلوة كفاية 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 تعبيرات يا عمر خليه زي ما هو اعواك كده اللي كان نايم في مصر من اربعة ايام وصحي على الفيديو ده وعمر اديب بيتكلم بالطريقة دي ممكن يفتكر ان مشكلة صد النهضة خلصت وحصتنا من مياه النيل رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد وخطر العطش والمجاعة انتهى اديني كمان شوية تعبيرات من عند عمر لا اللي كان نايم من اربعة ايام وصحي على فيديو عمر اديب ده ممكن يفتكر ان الجينيه بقى قد الدولار وان ديولنا تسددت وان التعليم والصحة بقهم على الحقيقة يعني ببلاش وان التأمين الصحي بقى متوفر للجميع اديني شوية كمان رياكشنات من عند عمر اديب شوية تعبيرات بس اللي كان نايم من اربعة ايام وصحي على الفيديو ده العمر اديب كان ممكن يفتكر ان اقتصادنا بقى احسن من استاد امريكا والاسعار رخصت جدا والوظافة على قفة مين يشيل والفقر بقى مفيش لكن الحقيقة ان كل الفرحة دي اللي عند عمر اديب هي بسبب تطبيق قواعد المهنية على ثلاث قنوات معارضة او المصحف شفتوا الانتصارات بتاعت مصر شفتوا الانتصارات العظيمة شفتوا الانتصارات اللي اتخلي المصري فخور وفرحان شفتوا احنا ليه بقت انتصارات نتاف هاوي كده وبسأل هل مشهد عمر اديب ده بيفكرك بحاجة او ممكن يفكرك بحاجة خليك ورايا عشان تطبيق قواعد المهنية المشهد ده اللي ورايا عمر اديب فرحته النهاردة او مبارح بتفكرك بالانتصار العظيم ده الحقيقة انتوا منتظرين ايه انتصاراتنا بقت وهمية اما على ميكروفون او على ثلاث شاشات ما هو كده اتشطر يا خليفة عالنا عجال ضعيفة انتصاراتنا بقت لانه مفيش حقيقة انتصار بقت الانتصارات بالشكل ده انتوا منتظرين ايه منتظرين ايه وهسيبك انت الجاوب لكن وانت بتفكر في الاجابة اتفرج معاي على الاخبار اللي بجد على القضايا اللي بجد مش قضايا الثلاث قنوات اسيوبيا تجدد رفضها الوساطة تاني مرة عشان البي اسيوبيا بتجدد رفضها الوساطة الربعية لحل ازمة صد النهضة فخ يهدف لتحقيق اهداف خبيثة يا حضرات ببساطة جديدة جدا يجب مواجهة مؤامرتهم اتهمات اسيوبية خطيرة لمصر والسودان ده موقع روسيا اليوم او سبونتيك الروسي يجب مواجهة مؤامرتهم اتهمات اسيوبية خطيرة لمصر والسودان يا حضرات القضية الحقيقية والموقع الحقيقية مش التلات قنوات لماذا اصبحت انتصاراتنا واهية ووهمية قوي ده الانتصار الحقيقية قال خبراء وقادة احزاب سياسية في اسيوبيا ان مصر والسودان تعملان على عرقلة المرحلة التانية من ملء سد النهضة عبر زعزعة السلام والنظام في اسيوبيا حاثين الشعب الاثيوبي على التكاتف واليقظة لمواجهة الامر خد الخبر ده اسيوبيا بتؤكد ملء سد النهضة في موسم الامطار المقبل رغم تحذيرات مصر والسودان وريني نفسك بقى في سفونتياك الروسي اسيوبيا تؤكد ملء سد النهضة في موسم الامطار المقبل رغم التحذيرات يا حضرات هي دي القضية الحقيقية هي دي الموقع الحقيقية ده الاختبار الحقيقي لقوتك تحقيق لغرفة اخبار الجزيرة من موقع الجزيرة يكشف عبر تحليل صور اخمار الاصطناعية تفاصيل عملية الانشاء في سد النهضة ومصر والسودان الحقيقة بيحذروا الخطر يقترب يا عم الخطر ليس من الثلاث قنوات الخطر يقترب ده الخبر اللي بيقولك اهو السودان اهو التصريحات الاسيوبية الاخيرة بسأن صد النهضة ستزيد الامور تعقيدا اما عن مصر فالنظام المصري يرفض عزم اسيوبية ملء صد النهضة دون اتفاق ده اللي قالته السي ان ان بالعربي مصر ترفض عزم اسيوبية وعزم غير نية نية حاجة تانية خالص قد لا ترقل الفعل لكن عزم اسرار على الفعل دون اتفاق تهديد يحتوي حديثا بلغة بلغة السيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الحقيقة طلع تصريح غاية في الاهمية مدبولي بينقل قلق مصر من تطورات سد النهضة قدام محفل اسمع كده رئيس الوزراء او التصريح بتاعه بيقوله سيد الرئيس اجد لداما علي ان انقل اليكم قلق مصر حكومة وشعبا من التطورات الاخيرة ذات الصلة بملف سد النهضة الاثيوبي هذا المشروع العملاق الذي سيكون اكبر منشأ لتوليد الطاقة الكهرمائية في افريقيا والذي امضينا عقدا كاملا في مفاوضات مضنية مع الاشقاء في السودان واثيوبيا من اجل التوصل الى اتفاق عادل ومتوازن يحقق لاثيوبيا اهدافها التنموية ويحد في الوقت ذاته من الاضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان ده كلام مصطفى مدبولي لكن معلش هو بيكلم على عشر سنين مفاوضات لا هي مكادش عشرة نشوف بقى بيقول ايه الملء التاني لسد النهضة ده اللي بيقوله مصطفى مدبولي يهدد بإلحاق اضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان مدبولي اسيوبيا لم تبدي جدية في ملف سد النهضة منذ بدء المفاوضات قبل عشر سنوات ده نقلا عن الاهرام مدبولي بيقول اسيوبيا لم تبدي جدية او لم تبدي جدية في ملف سد النهضة منذ بدء المفاوضات قبل عشر سنوات اه هنا امسك في التصريح ده ده كلام مهم وخطير جدا وفي دماغي الحقيقة سؤال او مئة سؤال يعني هل حد يقدر يلاقي وصف لعدم ادراك التلاعب الاسيوبي مصر الا بعد عشر سنين ده اول سؤال كنتوا نايمين عشر سنين كنتوا مدروخين اخدتوا حاجة اصفرة السؤال التاني هل هما فاعل عن عشر سنين ولا المفاوضات كانت بدايتها في توقيع اتفاق مبادئ سد النهضة الذي وقع في الخرطوم في مارس الفين وخمستاش يعني مش من عشر سنين السؤال التالت وهل بعد كل السنين من التلاعب دي هل ممكن اسيوبيا تتخلى عن اعنادها في الشهرين البقائين في الملء التاني سؤال بطرحه انما الاخطر يا حضرات هنعمل ايه عشان نتجنب اثار الملء التاني اللي وصفها مدبولي بانها ستكون جسيمة نشوف كده الاراء والسيناريوات المخترحة اليومين دول ونبدأ من عند سكاي نيوز سكاي نيوز بتقول مواجهة الملء التاني لسد النهضة ماذا تفعل او ستفعل مصر والسودان مش انا اللي بوجه السؤال ده عشان المهنية والمهلبية اللي بتوجهه الحقيقة سكاي نيوز ماذا ستفعل مصر اشهر قليلة تفصيلنا عن تنفيذ القرار الاسيوبي بين ملء التاني سد النهضة دون اتفاق مع دولتين المصاب بمصر والسودان مما وضع القاهرة والخرطوم في مأزق شديد حول كيفية مواجهة هذه الخطوة التي تصر عليها قد سببها دون تراجع واستإصرار جميع الاطراف على الاستمرار في طريق التفاوض ويكشف خبراء الحقيقة للموقع عن السيناريوهات اول سيناريو مجلس الامن اعتبروا محمد ناصر الدين علام وزير الموارد المائي السابق ان السيناريو الاهم يكون عن طريق الحل السلمي باللجوء لمجلس الامن لاتخاذ قرار بعدم السماح لاستيوبيا في ملء سد النهضة لان ذلك يمثل تهديدا وصفوا بانه كبير لدولتين مصر والسودان مجلس الامن مكان مجلس الامن ده حل القضية الفلسطينية اصلا لو كان عنده حاجة حلها الدكتور حسن نفع بيقول يجب ان يصبح الشغل الشاغل لمصر يا عمر حكومة وشعبا يا عمر ده الدكتور حسن نفع اللي بيقول لانه راجل محترم وراجل بيفكر بجد يجب ان يكون شغلنا الشاغل مش التلت قنوات يا عمر حكاية الميل اهو سد النهضة يجب ان يصبح ان الان شغلنا الشاغل حكوما حكومة وشعبا وان يحسم نهائيا نهائيا الحقيقة يعني ان يحسم نهائيا قبل الملء التاني للخزان رفض اسيوبيا ال رفض اسيوبيا للتوقيع على اتفاقية ملزمة حول ملء وتشغيل السد يعد عدوانا على حق المصريين والسودانيين في الوجود ده الدكتور حسن نفع بس بتسمع مين يا دكتور حسن ده احنا عندنا في مصر انتصاراتنا بقى التافها الاستاذ خالد سيد احمد الصحفي بجريد الشرو بيقول ان اسرار اسيوبيا على فرض الامر واقع في ازمة سد النهضة يعد محاولة خاطرة خاطرة ها للعب بالنار لن تسمح بها مصر والسودان تحت اي ظرف ويمكن ان تجعل من الاحتكام للسلاح امرا لا مفر منهم في النهاية لحماية وحفظ حقوق ومستقبل شعب او الشعوب دولتان المصاب خالد سيد احمد صحفي بجريد الشرو هو اللي بيقول كده مش محمد ناصر مش قناة بيكملين مش برنامج مصر النهاردة بيقول بيقول بالزبط لن تسمح بها مصر والسودان تحت اي ظرف ويمكن ان تجعل من الاحتكام للسلاح امر الله مفر ليه السلاح ليه جيب ست السلاح ليه اشتركوا في القناة